السلام عليكم و مرحبا بكم من جديد على قناتي و قناتكم اليوم فيديو جديد و وصفة جديدة سأصيب معكم اليوم واحد الكيك أو كيكا من الحجم الكبير و عائلية سهلة اقتصادية ببيضتان فقط وبتسعة ملاعق ديال الدقيق سهلة و ناجحة مئة بالمليون نسقيها بواحد لصوص ديال الكراميل اللي سأصيبها بلا سكر سهلة جدا تصيب في دقائق وهذه الكيكا كيما كتوفوا معي كجيه شيشة بزاف و ان شاء الله تعجبكم و تنال الاستحسان ديالكم و لا تنسوا شي لك اول مرة تزور القناة اشتركوا في القناة و فعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد و لا تنسوا كذلك اذا اعجبكم الفيديو تعاملوا لي يا لايك اذا باش نعرفوا المقادر والطريقة اتبعوا مع الفيديو حتى الاخير اذا باش نصيبوا هذا الكيكا نحتاج في المقادر كأس و نصف ديال الحليب انا استعملت الكأس ديال العنباء احتاج كذلك كأس و نصف ديال سكر خاشين او سكر سانيدة كأس مملوء ديال زيت المائدة ياغور طبيعي بيضتان جوج ملاعق ديال كاكاو جوج صشيات ديال الخامير الكيبا ويكل واحد من فيها 8 غرام و نحتاج سكر المنكه بالفانيليا و كالدقيق اللي لاحتاج لكم هنا سوف نعبره معكم بالملاعق كما قلت لكم في الاول اذا هنا سوف نأخذ واحد البول و نكسر فيها البيض و نزيد الفانيليا كما تشوفوا و الملح اللي لاحتاج المقادر المهم قبضة ملح و نزيد السكر و نخلط كل شيء بالنسبة للخلاط هنا لا يحتاج نهائيا لبيض نطلعوه بالبطة و تستعملوا لكم هذه العناصر و تكببوهم في الخلاط الكهربائي و تخلطوا لكم الكاكي ديالكم و يوجد معكم في ساعة و انا درت معكم هذه المراحيل بحال 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 نتيجة كتبقى نفسها و يمكن نخلط الكل مزيان كما اشتوا معايا سوف نزيد كذلك الزيت و كنت راح زيت كذلك الحليب و كذلك سوف نزيد هنا الياغورت الطبيعي انا كما قلت لكم دائما كنفضل كيك باش يجيكم هشيش و يجيكم مرتب و ميجيش ناجف سوف نستعمل دائما الياغورت طبيعي بحاله و بحال المعجنات الياغورت طبيعي كي يساعد في التخمير و كي يساعد في النجاح ديالك و المعجنات اذا سوف نضيف الدقيق كما تشوفوا معايا بالضبط في التوطال سوف نستعمل 9 ملاعق و في الأول سوف نزيد غير 5 ديال الملاعق و نحاول نخلطهم مع الخليط جيدا مهم الى كنزيد عيب مع القوجوج كي يتكوروا اللهم ما نزيد قدر شوية كبير مثلا 5 اربعة المعالق و نخلط الكوشي باش ما يتكونوا شدوك الكويرس مهم انا كما قلت لكم 5 ديال الملاعق و خلطهم مع الخليط سوف نزيد الكاكاو جوج معالق انا كنغرب لها بالصفية ديال القهوة من الاحسن لانها تغرب المزيان ليدك الكاكاو و كتسهل و كتسهل عليا اندبجوا مع الخليط اذا كنحاول نجانسوا مع المكونات مزيان كي يمشتوا معي راضغية يعني كي يسهل عليا مقارنة مع الغربة و نضيف البقية ديال الدقيق اذا نضيف تقريبا 3 ملاعق كما تشوفوا معي و نحاول نجانسهم مع البقية ديال المكونات و هنا في هذه الأثناء سوف نزيد الخميرة الكيموية سوف نجيب الغربة العادية نستعمل الصفية ولكن الخميرة لا نعدي معها مشكلة لأن نزيد الكاكاو هو الذي ننغرب الصفية يستعمل اكيز الخميرة الكيموية التي لديك الكيمية و الخميرة الكيموية التي تكون على شكل علبة و كمية كبيرة تستعملوا جوج معالق صغر بالضبط كما تشوفوا معي الخليط و القوام الخليط يجيش سائل و لا يجيش عاقد و نفضلها لكيكا هشيشة اخذت هذا الموال من هذا الشكل تستعملوا أي موال عندكم و دهنته بالزبدة و اغطيته و ارشيته بشوية بقيق و زدك البابي هذا البابي للطبخ و كبيت هذا الكيك فيه تستعملوا جميع البابي و انا لم اردت دهنته بالضمن بأن الخليط لا يسقط مع الموال و لكيف يكون اخر يسقطوا باستخدام الكيكا بقيق اذا هنه سوف نكون سخنة الفران على درجة 180 دوغري سيوس من الفوق و من التحت و سوف ندخل الكيكا لانه سوف ندخل الكل تحت حتى يبدأ و انتافخت كليا و سوف يبدأ كيطيب سوف تشعله من فوق إلا تضحمره هما هو الكيك الكاكا و لا يحتاجها بعدما طعب قلبته في واحد طبصير و كما قلت لكم هذا الباب يخصر لي قليلا لجنابات لأن الكيك نزل تحت الورق و شكل يدوك الحواف مهم هنا الكيك الكاكا كما تشوفوه شي شور طب بزاف وصراحة كي يجير اعركشتوا معي و في داخل الانترون لديكم جيدا لديكم هاتف و لكن بالأسوص الكاراميل اللي قلت لكم تستعملوها في اي كيك كنا اخد 12 مربع ديال الشوكولاتة واحد دانيت و لا واحد الفلون الكاراميل لها الشكل الفلون اللي هو موجود لكي يتباع سنتدوب هاتف الشوكولاتة أنا استعملت معكا وتقدروا تستعملو اي شوكولاتة بيضاء عندكم و دوبتها على هاتف الشكل و سنضيف عليها هاتف الفلون الكاراميل ولكن من الأحسن ذاك دانيت كتجي بيه روعة و تعطيها واحد اللون لهذا السوص زوينة بزاف الماء و كتجيها حتى عقدة هذا اللي فاش كتخلطه مع شي مكوين كي يجي شوية موية ما يمغان خلطه مع هاتف الشوكولاتة مزيان مزيان و هذه السوص الكاراميل هي باش زوينة و لا تشعروا بشكل مزيان و لا تشعروا بشكل مزيان و لا تشعروا بشكل مزيان و نحن نعرفين ان الكيكة يكون فيها السوكولات و تجي شوية حلوة اللهم ما استعمل انا هاتف السوص كتجي غزالة بزاف و زوينة و سهلة و اقتصادية هنا كما اشتوا معي انا ما سنسقيش الكيك دياري نهائيا سنسقيه مباشرة بلا السوص و صراحة هاتف السوص كيمس هالكيك و تجي واعره و شاربه هاتف السوص بزاف انا كنت زربانة ما خليت لا كيكة بقى برد ولا لسوص برد اما هو يلا خليته لسوص بردات كتجي عاقدة و كتجي زوينة و افضل و كتعطي واحد المنظر اللي هو روعة ولكن انا زربانة المشكلة انا عندي الاضاءة خاصني دائما نصور في الاضاءة ديال الشمس يعني خاصني يسربي اذي اتصوار المهم سنوزعها على الجنبات على هاتف الشكل و سنجعلها شوية تمص هاتف السوص و من بعد سنجيب كوكا و كونكاسي تقدروا تزينوها ب اي حاجة عندكم يعني كنوركم يعني مكونات الاساسية و مكونات اللي تبقى اختيارية تقدروا انتم تبدلوا فيهم مهم كي ما قلت لكم انا سنزينها بالكوكا و كونكاسي كونكاسي و سنزين به يعني الكيك ديالي من الفوق يعني تقدروا تزينوها بالكويرات بالشوكولات بالفغميسيل بالكوك بأي حاجة عندكم موجودة في الدار و تحكوا الشوكولات البيض و تزينوها بيه كما اشتوا معياني نقطع معاكم الكيكا جيه الشيشة بالزفرة يعني بين عيمن تقطاع عايبال و سنزينوها و سنزينوها لها كيكا تقديم و سنزينوها و سنزينوها و سنزينوها و ان شاء الله تعجبكم و تنال الاستحسان لكم لانها ستكون لديكم الكيكا المعتمدة باعتبار ان المكونات اللي صيبناهم بهم اقتصاديين كماشتوه جوز البيضة فقط و تساعد الملاعق ديال الدقيق و كيكا اللي هي نجحة و اذا انا كنتظر اني وصلت للنهاية ديال الفيديو لا تنسوش اذا اعجبكم الفيديو اعملوا لايك بارتجيو هاد الفيديو مع الاصدقاء ديالكم و الاحباب ديالكم باش تعمل الفائدة و لا تنسوش اذا اول مرة تزوروا القناة اشتركوا فيها و فعلوا الجرس و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة